اشتركوا في القناة 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 حتى وصل الى فريق ليفربول تحت 21 عاما اشتركوا في القناة 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 2022 وانضم الى فريق تحت 18 عاما ثم تم تصعيده الى فريق 21 عاما سريعا وبعد كده على الفريق الاول يوران كروب مدح الفرصة لدواك لأول مرة مع الفريق الاول في مباراة ديربي كونتي بكأس كراباو ولعب لمدة 16 دقيقة قبل ان يشارك لأول مرة في البريمير ليج ضد أستون فيلا بشكل عام هذا الموسم دواك شارك مع فريق ليفربول المختلفة خلال 17 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى دي الصورة سبت بس كده دي الصورة بتاع ديوران كروب واللعب نازل مسكوا بالطريقة ديت كان بيعملوا مساج في كتافه وهو نازل بيهزر معاه يعني بيشجعه لعب صغير جدا في السن 17 سنة نازل يلعب جمب مين يا جماعة نازل يلعب جمب محمد صلاح نازل يلعب جمب باندايك نازل يلعب جمب فابينيو نازل يلعب جمب أليسون نازل يلعب جمب أرنولد نازل يلعب جمب متيب نازل يلعب جمب عمالقة في فريق ايه الصورة هي في فريق ليفربول هل بقى ديوران كروب قال أنا لو نزلت اللعيب دوت وأسطن فيلا رح يتعادل معانا الناس هتكني والنتائج وحشة بتاعة الليفر والنتائج صعبة واصلة يا جماعة ليفربول الجمل الشهيرة ليفربول يا جماعة فريق كبير فالفريق الكبير ما ينفعش ياخد مخاطرة في لعيبة صغيرة لازم تاخد خبرات الأول أبل ما تلعب في الفرقة الكبيرة ليفربول يا جماعة فريق كبير فاللعيب الصغير ده ما يقدرش ينسجم بسرعة وسط اللعيبة الكبيرة ليفربول يا جماعة فريق كبير وبالتالي لو انت نزلت له لعيب صغير في العمر دوت في مباراة صعبة زي دي ممكن يتحرق عارفين الجمل جمل تشل جمل تشل وبتتناقلها أجيال بعد أجيال أجيال بعد أجيال لا 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 لعيب صغير يا راجل تتحرقوا في الوقت ده من الموسم لا لا لازم يخرج برا الأهلي ولا الزمالك الأول ياخد خبرة 16 سنة وبعد كده يرجع الأهلي والزمالك يبقى جاهز 16 سنة لعب مش 16 سنة عمر يعني يقعد 16 سنة برا في بلعفة عندية متوسطة عشان خاطر بعد كده يرجع الأهلي والزمالك لعب جاهز فيرجع الأهلي والزمالك لعب وزمالك بقى يفكروا فيه وعنده 27 28 29 30 كده يعني في الرنج ده عشان يبقى لاعب يستحق أنه يلعب للأهلي والزمالك أنا بتكلم على الأهلي والزمالك تحديدة شو دول الأندية الأكبر في مصر أتمنى طبعا كل الأندية تلعب لعيبة صغيرة بس دول الأندية اللي بتدي لعيبة المنتخم مصر هي يقول لك أصلوها تعرف الأهلي عنده أزمة في المهاجم كلها مش مقتنع بالمهاجمين في الفريق فإحنا مستنيين ليناير عشان الأهلي يدور على مهاجم يجيبه مع الخمسة اللي موجودين طب ما تجرب اللي تحت جرب مرة جرب خد المخاطرة خدها ما فيش مشكلة ما هي بايزة بايزة يعني لو أنت عندك مشكلة في مركز المهاجم ما هي بايزة طب يعني هنجربه ما إحنا جربنا الخمسة اللي موجودين وما تلاقوش كويسين تروح عند الزمالك يقول لك أصلوه وانتش لما غاب دفع الزمالك بقى فيه مشكلة انزل تحت آه أنت طلعت قبل كده حسام عبد المجيد انزل تاني انزل شوف تاني واصغر من حسام ده أنا هفرح جدا جدا يوم ما لقى الأهل والزمالك بيلعبوا بيلعبوا لعب عنده 17 أو 18 سنة في مباراة تقيلة في الدوري مش كمان إيه تستنى مباراة في كاس الرابطة ولا يعني في كاس مصر تبقى مباراة سهلة شوية وتلعبوا ده انزل شاركه في الدوري اديله الثقة الراجل النهاردة اللي نزله يوريكروب الأولاني قبل محفظ اسمه يعني لما نزله أول ما نزل سجل هدف أول ما نزل سجل هدف وإيه بمروغة للحارس كمان يعني روغ الحارس وسجل الهدف فيه بعد كده جمال سكهم بديها المدرب ليه لعبيه ويجي واحد يقول لك أصله من يحباجين ستيفن باجي تشيتش باجي تشيتش سربي هو أصله سربي فعش كده هتلاقيه تشيتش دي كتير بقى باجي تشيتش ده اللعب اللي أشراكم النهاردة وسجل الهدف التالت ليه ليفربون النهاردة يورجن كله بقى أشراكم وخد السكة واللي عم نزل وراغ الحارس وسجل الهدف حلو سهلة يعني خليك جريء خليك جريء هتتحسيب لك هتحسيب لك كمدرب وكإدارة لكي أنت هتفضل طول الوقت خايف مش هتطلع لعبة عظيمة يعني ولعبة جديدة طيب ده فيما يخص اللعبين الشباب اللي أشراكم النهاردة ليفربون مع في مباراة أستونفال النهاردة محمد صلاح لها أرقام طبعا كالعادة يعني صلاح يسجل هدف تلاقيه وراءه أرقام كياسية كبيرة هدف كل ما يسجل هدف يعني هو بدأ العداد دلوقتي يعني كل ما يسجل هدف فيه رقم كياسي بيتكسر تعالوا الأول نشوف عمل إيه في المباراة وعا كده أقول لك أرقامه العظيمة اللي عملها النهاردة هو لعب تسعين دقيقة مباراة بقى أكملها يعني سجل هدف صنع هدف سدت أربع كرات وصنع أربع فرص أرقام مبهرة أفضل لعب طبعا في المباراة أرقام مبهرة يعني لعب واحد في المباراة واحدة طيب نكمل أرقام بقى محمد صلاح محمد صلاح سجل هدفه الخمسة وخمسين مع ليفربور خارج أرضه في الدول الإنجليزي الممتاز ليصبح أكثر من سجل خارج أنفلد بمتساويا مع الأسطورة مايكل أوين فرعون المصري يسجل هدفه المية 72 مع ليفربور خلال 276 مباراة متساويا مع دجلش أسطورة ليفربور بخمسمية وخمستاشر مباراة كسبع أكثر لاعب يسجل في تاريخ النادي الإنجليزي هدف مو صلاح ضد أستون فيلا هو أسرع أهدافه في الموسم الحالي بعد مرور أربع دقائق و37 ثانية صلاح أصبح ثاني لاعب في تاريخ ليفربور يسجل بلاس خمسين ويصنع بلاس خمسين في البريمير ليج بعد ستيفن جيرارد سطورة ليفربور أيضا أرقام أرقام وأنا داخل وأنا داخل كان فيه خبر حلو مجرد تقارير التقريب بتقول إيه أني كودي جاجبو كودي جاجبو ده اللي هو المهاجم بتاع هولندا اللي كان واحد من هدفين كاس العالم يعني جاب تقريبا ما أتذكر أربع هدافه وزمالي تذكروني جاب أربع هداف في كاس العالم على ما أتذكر مبدع رائع عامل أداء مدهش جاب تلات هدف في كاس العالم عامل أداء مدهش ورائع مع إيه مع المنتخب الهولندي عامل أداء رائع جدا منذ لحظات أعلن نادي ليفربول رسميا ليفربول إنجليزي رسميا تعقده مع جاجبو ودي صفقة مدهشة ورائعة لليفربول وإحنا نحب ليفربول عشان زي ما قلت لكم عشان صلاح فإحنا بنشجع كونان ليفربول فإنا بالنسبة لي الصفقة دي عظيمة نونيز مهاجم جيد بس تحس إنه يعني مش راكب نقصه شوية حاجات بس جاجبو هيفرق جدا 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 مع ليفربول لا أسباب هقولها لك دلوقتي الراجل ده بيلعب سنتر فيرود مهاجم صريح بيلعب فولس ناين اللي هو الساعات بيحب يعملها يورجان كلوب زي ما بيعمل كان في فيرمينيو عشان تفهم الطريقة المهاجم اللي بيجي من تحت بيعرف يلعب كجناح بيعرف يلعب كصانق علعاب فهو مميز جدا اللعب هيسافر إنجلترا النهاردة عشان يجري الكشف الطبية اللي بتكلم على جاجبو اللعب الهولندي الكبير تعالوا أقولكم شوية أرقام لجاجبو مع اندوفن الموسم الحالي عشان تعرفوا احنا فين هو لعب 24 مباراة سجل 13 هدف صنع 17 هدف بيسجل بشكل رائع جدا بيصنع بشكل رائع جدا في كاس العالم جاجبو كان عامل أداء رائع جدا لعب 5 مباراة سجل 3 هداف وسدد أو معدل تزداده في كل المباراة تزددتين وصنع فرص مرتين في كل مباراة مدهش صفقة عبقرية ليفربول مفاجأة بصراحة أنا بقول أكوانا داخل بقرة تقارير قلت شكلها مش بجد عشان أخذ بالا جاجبو كان قريب جدا من منشستر وينايتد كان أقرب لمنشستر وينايتد من ليفربول الإنجليزي بس يكون إن الليفر قدر يحسم الصفقة دي فدي صفقة مميزة جدا وهتزبط خط الهجوم بتاع ليفربول في رأيي ليفربول كمان محتاج لاعب على الأقل في نص الملعب لاعب على الأقل في نص الملعب في يناير يكون لاعب رقم 8 لو عمل ده يبقى كده الدنيا هتزبط معه كتير جدا جدا وفي رأيي كمان محتاج باكرايت بديل لأرنود وإن كان يعني بيرمي على جومس شوية بس أرنود مأسايا جماعة أرنود هجوميا هايل مش طبيعي باكرايت رائع جدا بس النهار ده حتى الهدف اللي جابه أسلون فيلا بيشاتل الكرة بشكل غلط ترتد ليه هجوم أسلون فيلا فواحد يعملها عرضية فما يغطيش هو النحية الثانية يعني عمل خطأ مزدوج النهار ده مش طبيعي بعدها عطول راح سحبه يروفن كلوب زيه يعني لو تعالى بقى هتخسرنا الماتش مش نقص زي كل مرة فصفقة جاجبو الهولندي المهاجم الهولندي صفقة ناجحة هو رسميا في ليفربول انجليزي في يناير طيب النهار ده كان في مباراة رائعة عايز اتكلم عنها كتير مباراة الهلال والنصر او مباراة النصر والهلال كون النصر كان المستضيف النصر والهلال كمة الدوري السعودي كمة الدوري السعودي فققت على جزء كبير منها كبير منها المباراة حلوة حلاوة يا جماعة المباراة حلوة حلاوة حلوة حلاوة ليه اتنين مدربين برا كبار جدا عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفين يعني مثلا ايجاله النهاردة اللي سجل الهدف الاول للهلال وتليسكا اللي سجل هدف التعادل للنص في الديئة 56 وبعا كيها سلم الدوسري الرائع جدا طبعا فاكرينه من كاس العالم لعب الهلال الرائع جدا سجل هدف التقدم للهلال في الديئة 64 وبعا كده عبد الرحمن غريب سجل التعادل للنص في الديئة 88 المباراة الشوت التاني كان فيها 12 دقيقة وقت ضائع وعشان تبع عارف 12 دقيقة وقت ضائع ليه عشان في الدوري السعودي طبقوا الكصة بتاعت الوقت الضائع اللي حصل في كاس العالم اللي هو الوقت الفعلي للمباراة كان فيه 12 دقيقة 12 دقيقة بالشوت التاني كانوا حاجة مش طبعية طيب ملاحظاتي ايه محترفين يا جماعة انا عايز اي حد بعد ما تخلص الحلقة دي لو انت بتتفرج علي بعد ما تخلص الحلقة دي حاول تخش تشوف تسجيل لهذه المواجهة وتتفرج عليها عشان تاخد ملاحظات دي وتركز فيها المباراة يا جماعة فيها محترفين كتير كتير اوي في الملعب قد بالك اللي لك كمان كان عنده غيابات كتير النهاردة بس المباراة مليانة محترفين في الليفل عالي يعني محترفين بجد يعني محترفين اجانب بجد يعني تؤال طيب ده تمنوا ايه مباراة سريعة مباراة فيها كرة حلوة مباراة قوية واللعبين السعوديين السعوديين اللي بدعبوا في المباراة مستواهم رائع جدا ده ليه انت لما بتجي محترف اجنبي تقيل جامد انت قدامه بتحاول تعلم مستواك عشان اوصل له عشان اعرف اجاري السرعات والقوة دي اخد من قدرات وابقى عندي نفس القدرات او ازود عليها كمان فالمباراة النهاردة حلوة حلوة سبب ده ايه هتقول لي اول جملة بتتقال في الظروف اللي زي دي حالي كريم برضو معه اللي بيدفع في المحترفين دول كتير قوي هندفع منين احنا عندنا برضو مش تقدر تدفع الاركام دي كلها تركز معاي بقى في اللي جاية ده لا احنا نقدر ندفع ازاي يعني نقدر ندفع ستة وسبع مليون دولار اه نقدر ندفع هقول لك ازاي عملا فكر اقولها ولا مقولهاش بس يلا نقولها واحنا بنصيبنا ايه بس كده على الاندية اللي في مصر كلها بتحديد الاندية الكبيرة تلاقي عندهم كل واحد تلات اربع خمس محترفين التلات اربع خمس محترفين دول بياخدوا ملايين الدولارات ملايين الدولارات يا عم جمع الاربع خمسة دول وهات واحد هات واحد بس يبقى مفيد هات واحد يبقى علي القيمة هات واحد يبقى اضافة للدوري للكرة المصرية هات واحد ادفع الرقم ده سخب بالك في عندي ممكن تفكر كده بس يقولك ايه ده انا لو رحت اشتريت لاعب ستة مليون دولار الدنيا هتقوم علي ومش هتقعد ما انا يا فندم لو حسبتلك انت صرفت كام على المحترفين اخر عشر سنين وما استفدناش احنا ككرة مصرية من واحد فيهم تمام هلاقيك دفع ارقام ممكن تخلينا كلنا نقول كلام يعني صعب يتقال ما ينفعش فاحنا بس يعني ايه نفكر بنظرة تانية المحترفين النهاردة اللي بلعبوا في الفرقتين مرعبين يعني محترفين بتوع الدوريات الاوروبية مش المحترفين الطيبين بتوعنا طيبين حرفيا يعني انا بس بختار الفاظي كمان طيبين يعني على قدنا بس ليه على قدنا ما احنا بندفع برضو ما تروح تشتغل لعيب ب 2 مليون برضو 2 مليون و 2 مليون ونص و 3 مليون دولار تمام لأ يعني بدل ما تشتغل لعيب ب 3 مليون دولار لأ روح تواحد عليه القيمة يبقى مفيد لفرقتك ويستفيد منه اللعب المصري بقى انا بتكرتي في ايه انه اللعب المصري اللي بيلعب يستفيد منه هتقول لي يستفيد منه زي هو يقعد يعلمه كرة مش يعلمه كرة بس هيستفيد منه نهاردة كمان اتحاد جدة طريق حامد وحجازي عاملوا مباراة كبيرة جدا قدام التعاون وباقي لعبي للاتحاد وقدروا يفوزوا على التعاون بسلاسة اهداف ويأداء الاتحاد الموسم ده رائع جدا طريق حامد عامل موسم رائع جدا حجازي عامل موسم والموسم اللي فات كان رائع جدا وبعد تجديد العقد كمان رائع جدا حجازي في المباراة دي كان اكتر قاطع للكرات في المباراة في الفرقتين فأداء رائع جدا في الجولة العشرة من الدوري السعودي احمد حجازي في المباراة النهارده لعب تسعين دي اي عامل يعب الكامل وشتت الكرة سبع مرات وقطع الكرات خمس مرات وتمريلاته الصحيحة كانت سبعة وخمسين من سبعة وستين تمريلا وسدد كرة واحدة ده بالنسبة لأحمد حجازي أما طريق حامد خلاص خلاصgebaut حجازي يا جمع اما طريق حامد ده اللعب لعب تسعين دي قطع الكرات خمس مرات تدخلاته الأرضية خمسة من تمانية وتمريلاته الصحيحة 72 من 80 وتمريلاته الطولية 4 صحيحة من 5 تمريلات طريقة حميد عام الموسم روية جدا جدا يعني الحمد لله يعني ما فيش أي إصابات وما فيش أي غيابات ربنا يا رب يحميها معنا عبر الهاتف الآن الزميل عزيز وستاذ أدم الشرقاوي صحفي مصري في السعودية يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنورنا أهلا بيك أستاذ كريم وأهلا بكل أستاذ المشاهدين وسعيد بالتواجد معنا مباراة النهاردة مباراة كبيرة بين النصر والهلال مباراة يعني استحوزت علينا جميعا والجميع في الوطن العرب شاهدوها مباراة كانت طاليق بين النصر وبالهلال انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 كيف شاهدت هذه المواجهة بالفعل يعني مباراة كانت كبيرة أولا بين اثنين مدربين كبار سواء الأزنطيني دياز أو الفرنسي رودي الجرسية كذلك من نوعية المعديد المتواجدين في كلا الفرقين خاصة من تقلق كبير لتلسكة في هذا اللقاء وعودة النصر في النتيجة مرتين لكن على جانب آخر النصر لم يستغل الغيابات المؤثرة في الفريق الهلالي خاصة طراني وسلمان الفارد بنائي المنتخب الغائبان منذ كأس العالم في قطر 2022 كذلك إصابة محمد البريك الظاهير الأيمن الأساسي الفريق في الربع ساعة الأولى عدم ظهور سالم الدسل بحقيقة إمكانياته رغم تسجيله هدف في هذا اللقاء لكن عموما يحسب لريودي جرسية ولفريق النصر العودة فيه النتيجة مرتين خلال اللقاء وكذلك الإصنونان على عدد من النجوم المميزين يعني الحديث كان هنا على النبيتي مارتينيز النجم الأجنطيني لفريق النصر ربما يغادر أصوار العالمي في فترة الانتقالات الشتوية لكن المستوى المميز في الشوت الثاني جعل الجميع يطالب ببقاءه حتى في حل التعاقد مع الكريستيان رونالدو نصر نا قولي بقى قولي بقى حكاية كريستيان ورونالدو هي وافى فين دلوقتي أو الكلام عن إيه بالفعل يعني بعد المباراة الجميع توجه إلى رئيس النادي النصر مسلئ المعمر لسؤاله عن حقيقة المفاوضات مع كريستيان ورونالدو رفض مسلئ المعمر الحديث عن الموضوع وقال ننتظر حتى فترة الانتقالات الشتوية كذلك هو نفس رض بالمدرد رودي جارسية لكن المعلومات هنا أن الاتفاق المبدئي مع ممثل اللعب كريستيان ورونالدو تم بالفعل اللعب متواجد الآن في مدينة دبي الإماراتية للاحتفال بأعياد الملاد رفقة أسراته هناك في دبي ومن المنتظر أن يأتي اللعب يوم حسب الأقويل أنه سيأتي إلى الرياض يوم 3 يناير المقبل لتوقيع العقد الرسلي مع نادي الناصر في صفقة لمدة عامين ونصف حتى صيف 2025 سيحصل في الموسم الواحد عالمية 75 مليون جنيه سليني فيما سيكون أيضا كريستيانو رونالدو فرصة استثمارية كبيرة جدا للسعودية التي تنوي أن تضع كريستيانو نونالدو بعد نهاية عقده مع النصر لمدة خمسة سنوات أخرى سفيرا للملف المشترك بين السعودية ومصر وليونان للتقدم بطلب استضافة كأس العالم في 2030 اليوم ممثل كريستيانو ونونالدو في أحاديث للتخافة الفرنسية نفى العرض المقبم لكريستيانو من نادي مارسليا الفرنسي ويبدو أن اللعب أصبح صابق وثينا وأدنى من الحضور إلى الرياض ليكون نادي النصر هو الفريق الأخير له في مشواره الكبير الزميل أستاذ أدهم الشراوي الصحفي المصري في المملكة العربية السعودية لبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات طيب الأهلي تعادل مع سموحة قبلها فوز عسير جدا وصعب جدا على فرقه قبلها تعادل مفاجئ مع فيوتش اللي كان بيالعب منقوس بعشرة لعبين الحالة في النادي الأهلي عملت زي بقى الوضع بعد التعادل مع سموحة تعال أقول لكم اللي بيحصل جوه النادي الأهلي بعد التعادل مع سموحة قراءة إدارة النادي الأهلي تجميد مستحقات الفريق سواء الجهاز الفني أو اللاعبين لأجل غير مسمى وعدم ربط الإفراج عنها بتحسن نتائج الفريق حيث تكون الكلمة في هذا الأمر للإدارة وفقا لوجهة نظرة يعني يعني بس الجملة دي عشتبه حولكم فهمين عادة كان الأهلي بيجمد المستحقات يجمدها شوية وقوم ما تجد تحسن يلا افتحها تاني أو افرج عن المستحقات تاني دلوقتي لأ قال لهم أنا هجمد المستحقات وهفرج عنها لما حس إن الأداء تحسن أو الفريق مش على رتم واحد مش مجرد فوس في مباراة وخلاص نكام سانيا قام كابتل عبد الحفيز مدير الكرة بنقل رسالة شديدة اللهجة من إدارة الكرة بالنادي إلى اللاعبين أكد فيها أن هناك حالة غضب اتجاه الفريق من سوء الأداء وعدم اللعب بإصرار وروح عليها كما هو معروف عن الفريق كما شدد على اللاعبين بعقاب أي لعب يسرب أخبار حول امتلاك وعروض للرحيل موضحا أن لجنة التخطيط ترفض أي عروض في الوقت الحالي وأنها هي صاحبة الحق في هذا الأمر ليه ده ليه عشان الكلام اللي تقال الفترة اللي فاتت عن عروض لمحمد مجد أفشا عروض لرامي ربيعة عروض لحسين الشحات كل ده عمل إزعاج في النادي الأهلي وحس أنه اللعبين ممكن مايركزوش وهنبقى فاطرة انتقالات يناير نكمل تم إبلاغ مارسي كولر بعقد جلسة معه من جانب محمود الخطيب الكابت المحمود الخطيب رئيس النادي والمكلف بالإشراف على ملف الكرة فور عودته من الخارج من أجل رسم ملامح خريطة الفريق في الفترة المقبلة ومعرفة أسباب تراجع الأداء مؤخرا نكمل رابعا مارسي كولر عتب لاعبي الفريق بشدة خلال المراني الأخير على عدم تنفيذ تعليماته وأكد لهم أنه لا أحد نفذ مقاله في كيفية ضرب التكتلات الدفاعية كما أنه لا يوجد لاعب اعتمد على مهاراته الفردية لمنح التفوق الفني للفريق هذا بجانب غضبه الشديد من حمد فتح لاعب الوسط نظرا لعدم تقبل اللاعب فكرة الجلوس احتياطيا حيث يرى مارسي كولر أن أي لاعب ليس من حقه لاعتراض على اختياراته للتشكيل بص هو طبعا طبعا ما حدش يعترض على اختيار مدرب خاصة أن مارسي كولر من المدربين اللي بتعمل تدوير بس هو بصراحة شديدة برضو مارسي كولر بيعمل تدوير كتير قوي في فترات قليلة يعني إيه يعني أنت ممكن تلعب بتشكيلة سابتة 3-4 مباريات وبعد كده تبدأ تعمل تدوير في لعب أو 2 بس المشكلة أنه تشكيلة النادي الأهلي ممكن تلاقي فيها 3-4 أو 5 لعبين متغيرين في كل المباراة مباريات قريبة جدا وبتتغير في حالة الانسجام تقريبا مش موجودة ده ملوش علاقة بحمد فتحي وحمد فتحي في كل حوال ملوش أنه يعترض أنا بس بتكلم على فكرة أنه تدوير كتير فيش لعيبة بتثبت السياح فيه النادي الأهلي باستثناء 2 لعيبة أو 3 لعيبة بيكتير نكمل خامسا هناك حالة تواصل مستمرة بإلاجلة التخطيط للكرة برئاسة الكابتر محسن صالح مع أمير توفيق مدير التعاقدات من أجل تجيز ملف كامل حول الترشحات التي سيتم تقدمها إلى مرس الكرة للتعاقد مع أي منها حيث تتضمن هذه القائمة اللاعبين أحمد عبد الحكم وخالد عبد الفتاح لعبها سموحة وباهر المحمدي لعب الإسماعيلي ومحمد علي بن رمضان لعب وسط التراجي التونسي في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري بجانب محمد الضاوي لعب النجم السحلي بالمناسبة محمد علي بن رمضان رغبته الأولى هي اللي احتراف في أوروبا بس الأهل متمسك جدا أو لسه بيفكر فيه محمد علي بن رمضان من الموسم اللي فات كمان نكمل مرس الكرة قرر عدم تجديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق وأصبح الأمر الآن في يد لجنة التخطيط كما ينوي الاعتماد على شادي حسين في المباريات المجبلة لكيادة خط الهجوم رغم أنه لا يميل لفكرة استمرار اللاعب كما هو الحال مع باقي خط الهجوم الذي يرى ضروري تدعيمه بشكل أفضل هو مش مقتنع بخط الهجوم بالكامل عشانكم فاهمين مرس الكولر مش مقتنع بأي مهاجم في النادي الأهلي ودي مش معلومات دي صورة واضحة مفيش مهاجم حافظ على مكانه مبراتين أو تلاتة وراء بعض مفيش في النادي الأهلي شادي يخش يطلع حسين يخش يطلع شريفي يخش يطلع حتى برستهو دخل صحيح كان يبدو أنه هيكمل معه شوية بس هو لعي المبراء التانية تصاب برونو سايفو لعي المهاجم بعد كي رجعه تاني مكانه فمفيش هو مش مقتنع بمهاجمين خالص في النادي الأهلي ده واضحة وضوح الشمس سابعا أصبح السنية حسام حسن وزياد طريق على بعد خطوات من الرحيل إلى نادي سموحة على سبير الأعارة ونفس الأمر اللعب محمد محمود الذي اقترب من الانضمام لنادي الاتحاد السكندري طيب دي أو ده ما يدور في النادي الأهلي بعد التعادل مع سموحة في غضب شديد في غضب شديد وبس أنا عايز أقول حاجة لجمعين النادي الأهلي هي قدارة النادي الأهلي هي برد جمعين النادي أهلي يعني مش فدافع عنهم أنا بس بقى حط نفسي مكانهم قدارة النادي الأهلي لو أنت كجمهور غاضب فأكيد الإدارة غضبانة بس الفكرة في إيه أنت كجمهور مش هتجر تأمل حاجة أنت بقى كأدارة لازم تأمين حاجة فالإدارة تبقى غضبانة وتأمل حاجة فهي ده اللي بيعملوه بقى الإدارة دلوقتي تحركات في التعاقدات تحركات في اللعيبة اللي رحلة عقوبات على اللعبين تفاصيل كثيرة تخص عودة الانضباط جوه النادي الأهلي مرة أخرى وبصراحة شديدة هو اللي فيه النادي الأهلي دلوقتي ده بقى له فترة بقى له فترة وجميل الأهلي كان متعسمة خير كتير في الموسم الجديد أعتقد أن الأمور ممكن إدارة النادي الأهلي تتدركها مع الجهاز الفني في الفترة القليلة القادمة رابط الانضباط المصرية اتخذت عدة كارات النهاردة بعد المباريات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز تعالوا نشوف كارات رابط الانضباط غرامة مالية على النادي الأهلي لما بدر من الجماهير تجاه حكم مبارات سموحة غرامة مالية على المدير الفني لنادي الزمالك شوزفالدو فريلا لعدم حضور المؤتمر الصحفي بعد مبارات المكولون العرب إقاف إسلام ناصر سليمة لعب المصري مباراة واحدة لطرده في مبارات الإسماعيلي مع إقامة أول مباراة رسمية لنادي غزل المحلة على ملعبه دون جمهور لما بدر من جماهيره في مبارات فاركو دي كارات الرابطة أما جوزفالدو فريلا اللي تم تغريبه بسبب عدم حضوره بمؤتمر الصحفي المباراة في المباراة الماضية فرفض فكرة ضم أي لاعب في يناير من نادياي بيرامدز أو فيوتشر الكلام كان على عبدالله سعيد وعمر كمال عبدالواحد بس هو رفض ليه رفض ليه عشان هو مش يقدر يستفيد منهم أفريكان عشان لعبة دي لعبة مع بيرامدز أو فيوتشر في الكونفيدرالية وبالتالي الزمالك مش محتاجي يخش في المفاوضات لضموهم عشان مش هيستفيد منهم أفريكان عشان كده جوزفالدو فريلا خد قرار نهائي إنه هو مش هيخش على لعبة بيرامدز أو فيوتشر على أقل في الوقت الحالي ده بالنسبة لتفكير جوزفالدو فريلا الزمالك كمان بيدرس الدفع بكابتن إسماعيل يوسف في منصب فني أو إداري داخل الجهاز الفني للفريق في حال تكرار الإخفاقات فيه الدوري من جديد التفكير منذ فترة من أجل مساعدة جوزفالدو فريلا وجهازه في ظل الإخفاقات اللي اتعرض لها مش إخفاقات يعني عشان برضه أختر ألفاظ يعني النتائج المتراجعة المتراجعة نسبيا يعني عشان برضه أصلا يعني إيه وده ينطبق على النادي الأهلي برضه وينطبق على النادي الزمالك يتكلم على الفريقين المتصدرين الدوري فأنت مش في يعني إيه هما مش في كارسة بس النتائج متراجعة والأداء مش حلو هنا وهناك فيعني عشان برضه إيه نختار الألفاظ بشكل سليم طيب نكمل أخبارنا النهاردة مع حضراتكم بس نخلي أخبارنا البقية مع زميل عزيز مميز وعنده زاوية كده بيشتغل عليها من زمان يعني أعرفه من زمان جدا هو عنده زاوية بيشتغل عليها من زمان بس محدش بيحس بيحس بيها يعني بيحس بيها برضه ساعات محدش بيحس برضه عشان بقى أمين يعني هو بيشتغل عليها زاوية إنه بيشوف اللاعبين المصريين اللي موجودين في أوروبا أو اللاعبين اللي بيلعبوا في أوروبا أصلهم مصري اللي ممكن منتخباتنا الوطنية يستفيدوا منهم فعمل إيه؟ عمل لعب جاب لعيبة كتير وسرش عليهم وأقدم للمنتخبات اللاعبين كسر وهنتكلم عنه عن اللاعبين قبل كده أقدمهم ولعبين بيقدمهم في الوقت الحالي زميل عزيز وسيم أحمد الناقض الرياضي والمتخصص في ملف اللاعبين المصريين بالخارج بعد هذا الفاصل خلينا يعني بحضواتكم مرة أخرى أعتقد يعني حبقالنا في البرنامج ده تقريبا سنة وشوية سنة وشوية أنا فاكر تاني حلقة في البرنامج كنت متحدث عن فكرة أنه اللاعب يا جماعة اللي أصولها مصري اللي موجودة في أوروبا لازم ندور عليها لازم نقعد نبحث عنها عشان دي المنتخبات الكبيرة في القرار الأفريكية بتعمل كده سنغال تشوف مين اللي أصله سنغالي الغانة نفس الأمر المغرب الجزائر تونس بيقضوا يدوروا على لعيبة موجودة اتربت وعاشت في أوروبا بس أصولهم من جنسية البلد فينفعوا المنتخبات الوطنية أفضل حد بقى ممكن يكون اشتغل على القصة دي من زمان هو زميلي العزيز وسيم أحمد اللي معايا ده في هذه الفقرة وسيم مشرف ومنور حبيب ربنا خليك انت اللي مشرف ومنور يا كريم وسعيد الحقيقة بوجودة معك نهار ده يمكن أول مرة نلتقي مع بعض تشرف دي اتأخرت اه تأخرت لكن يعني أنا سعيد فعلا انها موجود معاك ويعني انت بتقول بقى لك سنة أو حلقة أول حلقة 8 سنة انا عايزو لك من 2008 ايوه تسعر انا عارف 15 سنة اه انت 15 سنة شغلع على القصة دي شغلع على القصة كان فيه ويبسايت على أبقى اتذكر كان اسمه إي بي أرينا إي بي أرينا ده كان في البداية فعلا طبعا وبعد كده يمكن يعني ما كملناش بقى لظروف يعني خاصة بالتمويل والكلام ده كله لكن كان فعلا كان بدايتنا في إي بي أرينا ومجموعة عمل كبيرة كنت بتشتغل على القصة دي انا فاكر كويس قوي بالضبط انت قشتر ناس كنت بتشتغل على القصة دي ألاقي ناس ما حتش رفعنا حاجة وفجأة هي موجودة في المنتخبات الوطنية يعني عدد قليل طبعا احنا مشتغلناش على القصة دي كويس طبعا بس الاول الفكرة بشكل عام بتفكر فيها ازاي احنا نريصنا ايه عشان نقدر نوصل لمرحلة عندنا مثلا زي ما بيحصل في الدول الأفريقية كبيرة بتلاقي تلاتمائة ربعمائة محترف هما من أصول البلد وممكن مش كلهم طلعين من البلد صح صح يعني يمكن البداية زي ما انت قلت وفي 2008 لازم اذكر كمان زميلي في وقتها احمد احمدي كان معايا في اي بي ارينا كان يعني واحد من الناس اللي بدأوا معنا القصة دي وكان يدور كبير مع استيفان الشعراء وكانت اول كيس بنسبان استيفان وهي دي اللي يافعت نظرنا انه لا طب واضح انه بقى فيه عندنا القصة دي كتير وابتدت فعلا ان الرحلة تستمر وبعد كده بعد احمدي بقى فيه كمان احمد زاكي انا بذكر الناس ان دي ناس اشتغلت معايا طوال الفترة اللي فاتت وده مجهود عظيم جدا وكان لازم يستغل من بدري طبعا طبعا يا كريم ففيه دخل معنا بعد كده هشام عاطا احمد زاكي مؤخرا كمان احمد شعلان فريق عمل دايما بيشتغل على القصة دي انت بتقول بينقصنا بينقصنا اي يا كريم انا ايسألك سؤال انا لو جيت سألتك النهاردة احنا عنديها كم لعب من اصول مصرية بيلعب في اندية بر هل عندك اجابة هل عندك معلومة عندكش طيب لو سألت اي حد مسؤول عن الرياضة في التحاد الكورة مش يبعايا في التحاد الكورة في وزارة الشباب في اندية في اعلاميين هي مسؤولية اولى عند التحاد الكورة طبعا احنا مفوض نعرف المعلومات دي من التحاد الكورة يقول مساقات البيئات اللي عندي في مثلا 500 لعب اصلهم مصري في اوروبا فانا اسألها لا اسألوا يعني مش هدك يعني على فكرة ده مش دورك في الاصل طبعا ده دور اتحاد الكورة هو اللي مفوض يعمل كده نظبوط فهو ده انا بأتكلم فيه انه لازم يكون فيه زي ما انت قلت قاعدة بيانات ليه مش موجود دي اشتغلنا عليها لفترة السنين اللي فاتت كلها والموضوع اخد بالك موكهة جدا جدا لابعد الحدود واحنا الحمد لله نعمل الموضوع ده فعلا عندنا رغبة في ان احنا عايزين نساعد بلدنا يعني مضاب حب احنا بدينا موضوع ده عمرنا ما خدنا مليم مقابل لي ومش مستني لسه ولا مستني مليم ولا مستنينا حاجة بس عايزين نساعد ان احنا فعلا بس الحاجة اللي حايدة اللي وحيدة بنستنيها هي التأدير المعنوي على اقل يعني على اقل لما تعمل حاجة تازل تقول والله شكرا فلان الفلاني تعب وعمل معا ما جيش في الاخر برضو تتعب ويطلع عينا كاية زي ما بيقولوا وحتى ناس ما تلاكش شكرا بس التأدير ده التأدير ده خدته مؤخرا من وزارة شاوري من وزير دكتور أشرف صبحي مظبوط اه طبعا مؤخرا ويمكن لسه مبرح يعني بشكره طبعا على الهوى لاستجابته ويمكن يتكرمنا اكتر من مرة ومبرح يعني هو تحدث معايا وقال تعالى وعايز يعمل الموضوع ده لما بتبقى بتتكلم وانت واحد متطوع غير ما يكون الكلام من جهة رسمية في الدولة ده بيديك كمان ثقل يعني نقدر يقول انه ان شاء الله بتفائل ان اللي جاي يكون أفضل كمان رغم انه حنستعر دوقتي قلنا وحنقول أسماء نجاحنا ان احنا نجيبها الحمد لله للمنتخبات مصر لكن إذا كنا عملنا ده بمجهود فردي وتطوعي فأعتقد ان شاء الله بالخطوة اللي عملها واستجابة ليه معايا الوزير ممكن ان شاء الله للفترة اللي جاية يكون المرضود أكبر وأوسع ان شاء الله ففعلا قال لي تعالى هنه نعمل الموضوع ده من خلال وزارة الشباب يبقى فيه مركز المعلومات خاصة بكل اللعيبة اللي بره يبقى عندها بداية بيز كاملة ونبدأ نتواصل مع اللعيبة بشكل رسمي ونبدأ كمان نتواصل مع التحدي الكرة بشكل رسمي عشان نتم الاستفادة من اللعيبة دي هيل مين بقى اللعيبة اللي احنا هنشوفهم في منتخبات مصر تحديدا منتخبات النشئين والشباب الفترة اللي جاي اللي انتو اشتغلتوا عليهم وهيبقى ان شاء الله حاجة مبشرة للفترة اللي جاي خلينا ادي لك أمثلة لنماذج نكحة اشتغلنا عليها الفترة اللي فاتتها وفايل عمل معايا زي تيبو غبريل واعتقد تيبو الناس شافته مع منتخب النشئين المصري مع كابت محمد وهبة يمكن للأسف المنتخب خرج من التصفيات لكن الناس كلها وقفت قدام الولد ده قالت الولد ده مين وجيه ازاي عنده كم سنة سبعتاشر سنة سبعتاشر سنة لعب ده كواليتي رائع عايفنا هو بيلعب سنتر باك وبيلعب ديفندر كمان بيلعب اه هو يحب دايما يلعب رقم 6 في نص الملعب لكن كمان بيلعب سنتر باك زي ما انت قلت لما فرجت على مباراة للمنتخب المصري الناشئين قلت ده كواليتي مختلف هو ده هو تيبو جوريل وتيبو يعني بازلنا مهود كبير في التواصل معاه بيلعب في هوفنهايم هوفنهايم وولد ممتاز جدا شوف شخصته كمان فرق معاه جدا كريم فرقت معاه جدا في الانسجام من اللعيبة القليلة اللي عنده اللغة المصرية بيجدها بشكل تام صح طبعا ده مش عايز اقول انه هو عائق يعني بالنسبة لبقى اللعيبة لا يقدروا يخشه بس ده كمان سهل اكتر لتيبو الانسجام السريع عقول انه بيتكلم تحس ان هو جاي من شبر ما تحسش نوع من المانيا سمعته سمعته في انترفيو طيب ده تيبو جوربريير هو بيلعب في هوفنهايم وعنده 17 سنة زي ما انت بتقولي بيلعب في نصر مالعة المدافع وساعات بيلعب سنترباك حسب معلوماتي بالزبط في كمان لعيبة قدمناها لنفس المتخب كمان زي امير صالح في اوترخت الهولندي وكان فيه كريم احمد الناس قولها امير صالح بيلعب مركزه ايه كريم صالح وينج رايت ووينج ليفت بيلعب في اوترخت برضو نفس السنة طبعا هو ده امير الصالح اه بالزبط مريد 2006 وامير معها تلك جنسيات برضو مع الجنسيات المغربية والمصرية واللي هولندية وعايز اقولك انه منتخب المغرب يعني كمان التواصل معه اكتر من مرة عشان يمثل منتخب المغرب اللي نشئين لحد ما الحمد لله اقناعنا انه هو ييجي انا عايز اعريك صورة يعني وحنا بنسترد يعني ازا ما بقولك فيه كريم احمد ده في ليفر بول بس اعريك صورة بتجمع الخمسة مع بعض رمجوم لا مش ادم قبل ادم فيه كريم احمد في ليفر بول الانجليزي الناس كلها يمكن مؤخرا شورة الجمعية يا جماعة اللي فيها الناس كلها اه بص يعني بص الصورة دي دي كانت في شهر 3 اللي فات ده كان اول نضام لتيبو اللي شوفناه بعد كده بقى مؤخرا مع منتخب ده اللي في النص تيبو اللي في النص تيبو بالزبط في وفنهايم سليم طالب ده موهبة عايز اقولك جمدة جدا 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 برضو في نص الماء برقم 8 ده بيلع في هرتابلين في هرتابلين هايل كريم احمد في ليفر بول الانجليزي بس هو اصغر منهم بسنة ويمكن حتى هتلاقي شوية الجسم كان اصغر شوية مركز ايه برضو صنع العاب وجناح هايل وبالمناسبة لعب اول انبالح او من 3 ايام لأول مرة مع فاقي تحت 18 اللي هو اكبر منه بسنتين في ليفر بول في الف اي كوب سجل هدف ضد بورنموس وسوشيال ميديا كلها تقلبت عليه لكنس ما تعافش ان انا يعني انا وفريل عمل جبناه في شهر 3 الماضي وكان موجود مع كابتن محمد وهبة والولد نزل وكان مرحب انو يلعب للمنتخب يعني معنا لعيب ممكن يلعب للمنتخب مصر بيلاعب في ليفر بول طبعا وبعدين ده سنة سنتين ممكن يلعب النهاردة يورجن كلوب كان بيلاعب 1 عام 17 سنة حالى 18 سنة في البريميان ليج فده عادي ممكن سنة سنتين لعيب يلعب اساسي مع ليفر بول كبير طبعا وده بقى الترند في العالم كله انت شوف جافي يلعب كام سنة في الاول شوف بيدري شوف فاتي امثلة كتير للاعيبة زي ما انت ذكرت النهاردة مع ليفر بول ويورجن كلوب طبعا ابراهيم حجازي اللي عالمين ده كمان في رايفا يكانوا الاسباني واحد من لعيبة المميزة وده اميرة لسه من الكلمة بلعب ايه بلعب وينج وينج ليفت هاي وامير امير زي ما وينج رايت وينج ليفت ده امثلة نكحة شوفناها بالفعل يمكن تيبو هو الانضم في المعسكر او جي يعني لعب الناس شافته باي اللعيبة طبعا ده يعني يرجع الامر المدرب وبعضهم كان الاوراق المدرب عايزهم بس الاوراق ما كيتش إسا خلصت فيه اسمحة تانية كمان الفترة اللي جاية اه او خلينا اقولك كمان برضو امثلة نكحة بس مع كابتن بقى محمود جابر كابتن حمود جابر برضو بتعاون معايا جدا فيه مصطفى اشرف في مونشنج لاب باخل الماني ولعب منتخب المانيا لتحت 18 وكان كابتن الفريق على مدار السنة ونص يا كريم بنحاول ان احنا نجيبه هو على فكرة يعني ما كانش عنده اعترض ابدا هو يمثل مصر بس كان مشكلته حاجة واحدة بس عايز لعب المنتخب الاول لان هو كابتن هو شايل شرط الكابتن مع منتخب المانيا وطبعا لازم يكون صراحة وانت لو ابنك بلعب في منتخب المانيا برضو الامر وانت عايش في المانيا وحياتك كلها في المانيا لا اعملي افجريد يعني لو انا عايسيب المانيا فلعبني منتخب اول في مصر هي دي ده منطقة بصراحة يعني الزبط وكون ان هو عايز لعب المنتخب بصلي معناه انه عنده انتماء وعنده رغبة بس عايز يحس ان هو برضو ما في الاخر ده مستقبله لازم هاخد الخطوة وهاجي وحابب مصر بس تعملي زي ما انت بتقول الابجريد نالعب للمنتخب الاول هاي في تقولت النقطة مهمة اوش عشان برضو لما بنيجي نتكلم مع الاطفال هم الاطفال يعني يا اطبر شاب صغير تمام لما بنيجي نتكلم معاهم واعطاك انت انت اللي هتتأكد لي ده وتنفيه يعني احنا متعامل مع اللعيبة دي انه انت وطني ولا مش وطني انت بتحبنا ولا بتحبناش احب مصر يا ابني ولا لا هو بالنسبة له هو اصلا رجل يعني مولود في اوروبا اساسا اي واحد فيهم يعني هو بالنسبة له موضوع كرير يعني هلعب اني منتخب ممكن يفيدني يعني ممكن مثلا على الفجر انا بقول كده كلام ده على اساس ايه على اساس اللي احنا شوفنا مع الليبة المغرب والجزائر والسنغال وغانا هو كل واحد بيختار مصلحته والدليل مثلا انه كان فيه بواطنج واحد بيلعب في المانيا واحد بيلعب في منتخب غانا عادي الانتين اخوات اخوات فاكيد مش واحد يعني وطني واحد خير مثلا مع نفس الاسرة ونفس التربية هو بيبص عليها كأنه لفريق انه انا مركزي مثلا هبقى مفيد للمنتخب ده ولا ممكن ملعبش يعني مثلا ممكن ما عرفش هلعب مع المانيا بس هعرف هلعب مع مصر اساسي بالزبط حزبة بالزبط انا بقول الكلام ده هو ده اللي انت بتعيشه معايا بس بتصوير العلم او اللعيبة دي بتبقى خينة مثلا طبعا لا لا كلامك مظبوط 100% وده نقطة انا كتير بحاول انا اوصلها للناس انه جماعة مش فكرة انه يعني اللي هو يقولك ايه انت لازم تشوف التي شيرت بتاع منتخب المصري بقى تيجي جاري وبتاع في نقطة هنا مهمة جدا يا كريم لازم نفرق بين حاجتين ما بين اللعيب وليكن مثلا بيكلم عن كريم رمزي اللي لقى في الاهلي ليبر بول وبعد كده يجي منتخب مصر عايزه فيقولك لأ خدت الجنسات الانجليزية وانا هلعب لانجلترا اه هنا نزعل اه هنا نزعل اه طبعا هنا عندي معا مشكلة انا اللي بنيتك وانا اللي اشتغلت عليك وانا اللي كبرت وانا عملت كل حاجة بزبط انت ابن البلد وطالع وبتتكلم لغتنا وعايش معانا لكن لما يكون لعب العكس تماما هو ما بيتكلمش اللغة بتاعتك هو تولد في فرنسا او في اسبانيا بيتكلم اسبانيا صحابه مدرسته كل حاجة هو بيجي مصر ممكن كل تلت سنين مرة زيارة اسبوع متخيل فكون ان هو بقى عنده بيس الرابط اصلا مع مصر ده موجود دي حاجة كويسة ونمسك فيها ونمسك فيها ما نجيش نقول له ايه ده انت ما يجي لك تشيرت طب ما احنا بالحزبة دي هو فرنسي اكتر منه مصري على فكرة هو اسبانيا اكتر منه مصري او المانيا اكتر منه مصري لان هو دعايش هناك بيتكلم لغتهم مدرسته وصحابه هناك فاهم اصلا يا كريم فاهم اوضع ما بتتقسش كده لكن هو زي ما انت قلت الكرير بتاعه لازم هو برضو يحسبها الحزبة زي انت بالظبط يا كريم دلوقتي عندك رجل مزيع وناجح ممكن يجي لك عرض بكرة من سكاي سبورتس هتروح ولا هتقول لا انا لازم اشتغل في تهيزيون اشرف تشتغل في تهيزيون بردك بس ده كرير بتاعك ده نقلة في الكرير بتاعك بتحسبها كده ممكن هنا في بردك يقولك لا بس انت لو كاملت معانا هنعمل لك عرض بالشكل الفلاني ده شغلك في الاخر هي لازم الناس تبقى فاهم الموضوع بالشكل مضبوط طيب انا عايز افهمه ايه الصعوبات اللي بتواجه اللاعبين دول عشان يجوا مصر يعني دي مثلا واحدة من الصعوبات انه انت ازاي تعرف تقنعه انه هتستفيد يعني الاستفادة الفنية ليك مع منتخب مصر اكتر مثلا من المنتخب المانيا او اسبانيا طبعا دي ايه الصعوبة من الصعوبات اللي عبت تتعاف فيها ايه الصعوبات التانية اللي ممكن تواجهك صعوبات كتير جدا يعني اول حاجة اصلا فكرة ان انت والسيرش بياخد وقت وجهد فانت عشان توصل للاول ان انت تعمل السيرش وتوصل لللاعب وتتأكد ان مصري ده جهد وصعوبة علشان بعد اما تتأكد ان مصري تبدأ ان انت تعرف توصل له ما انت خلاص ممكن عرفت المعلومة كريم رامزي ده بيلعب في ارسنال هو مصري طب هاوصل بقى الكريم ده ازاي صعوبة تانية طب وصلت لكريم كريم ده بيلعب في نادي كبير جدا زي ارسنال زي اقنعه ان هو يجي لعب لمصر ادي صعوبة تالتة زي ما انت اتكلمت طب اقنعته تيجي بقى اتكلم المدرب مع كامل احترامي المدربين في مصر في مدربين بيبقى عندهم نفس الفكر بتاعك او الرؤية بتاعتك انه يبقى عارف اهمية اللعب المحترف برا وفي مدربين تبقى مع كامل احترامي ليه وما بتلاقيش عندهم الموضوع ده في المدربين اقولك يا عم لا اللي عندنا احسن لا انا مشفتوش يا ريت يا ريتها بس عنه هو ما شفوش ودي برضو ليه حل والله يعني لازم اوه دي لازم مع اتحاد الكرة يوفروا ان لما يكون في مدرب بيقولك انا فيه لعب معين في انجلترا في نادي مهم عايز اروح اشوفه لازم اتحاد الكرة يوفر ده المدرب بيروح ويتفرج مفيش مشكلة يا سيدي فدي مش مش ازمة لاي ازمة عندنا لكن الازمة اكبر ان تلاقي المدرب نفسه معندهش القناعة ان اللعيبة اللي برا دي ممكن تفيدك ممكن يقولك لا انا انا شفت ده شفت انا مش حذكر اسمائي يعني شفت ده وشفت ده في مدربين يقولك اللي عندنا احسن اين انت بتاع تقول مثلا عندي لفأ العيب اللي بيلاع في ليفر بول او في نهاية فيقولك لزي embarrassed اه أو في أرسنل أو أو عايز يجيبه ويختبره واتبص مع كامل احترامي برضو والله أنا ما بذكرش أسماء بس أنا بقولك مع كامل احترامي للجميع لما تبص في الآخر لمؤهلاته عند المدرب المصري اللي هنا ومؤهلات اللي عند مثلا المدربين اللي في أرسنل أو في ليفر بول أو أو أكيد فيه فرقات ده حاجة ما تعبهمش بس الناس دي خدت شهادات أكبر عندهم فأكيد لما يبلعب ده بيتدرب معهم فأكيد هم ما شايفينه كويس جدا فهو فعلا كويس انت يسا عايز تيجي تختبره تيجي تقول له هبعات له اختبار مثلا يجي تلتة ايام اربعة ايام يطلبه كده فعلا ايوة يعني انت لعب زي ده مثلا أنا ما بقولك مثلا فيه لعيب مثلا بيلعب وليكن في أرسنل مثلا أكبر من سنه كمان اللعب زي ده انت بفوت تجيبه على طول دم عاية يعني ما فيهاش تفكير استحالها يكون وتلحقه كمان وتلحقه يعني هيروح منك بالزبط كده فانت دخيل لأ طب انا عايز اشوفه الاول حد قال لي قبل كده فيه مشكلة تانية بقى بتواجه اللعبين دول لها علاقة بأمور لها علاقة بجوازات السفر والجنسية ما هدين مشكلة كمان ننسي بتقولك عليه دي اخر مشكلة بقى مرحلة الاخيرة ان انت خلاص المدرب اقتنع وعايزه والكلام ده كله تلاقي بقى مشكلة فيه ودي حاجة من الحاجات اللي ان شاء الله يعني يعني نهوي بإذن الله نشتغل عليها معذر الشبور لان دي فعلا بتعطر كتير جدا انا عملنا كل الجهد ده وتيجي مثلا وليكن فيه بطولة بقى عليها شهرين ثلاثة تلاقي ان الورع عشانين يطلع له يقعد بست شهور مثلا طب وضع الفرصة لمشاركته في بطولة دي مشكلة كبيرة انا بشوف انه لازم يبقى فيه ان شاء الله يا رب يعني وتكمل موضوع الخير بقى فيه بروتوكول ما بين وزارة الشباب ما بين وزارة الداخلية انه هؤلاء اللي عابين يكون لهم مصار تاني مختلف في اجراءاتهم غير مصار اللي موجود اللي بيتم التعامل به مع اي حد مع اي حد تانية ده مش تفرقة ولا حاجة على فكرة بالعكس بس دول جايين في مهمة وطنية انا عايز اقول لك انه في المغرب في تونس اللعيبة دي بتخلص لهم اوراقهم في 24 ساعة وانا اولياء امور كتير بيحكوا لي اللي معهم اكتر من جنسية وفيه ممكن يلعب للمغرب وتونس ومصر وهكذا بيعرضوا عليهم اقول لهم تعالوا بس وحنخلصوك الورقة في 24 ساعة احنا عندنا بياخد وقت ده يعني الموضوع بياخد وقت طويل هنا اخدك ليه سؤال تاني احنا منتكلم فيه لعبين مهمين بيلعبوا في منتخبات دلوقتي يعني الشغل اللي انت عملته مع زمايلك لعبوا في منتخبات نشئين وشباب بس هنا فيه معضلة اخرى انه ممكن يجي لعب معاك منتخبات نشئين وشباب وفجأة رايح لمنتخب اول تاني الفيفا يسمح له انه انت ممكن تلعب نشئين او شباب عندي بس تروح لمنتخب جنسية اخرى منتخب اول ازاي بقى بنقدر نحافز على دول ودي من نقطة تانية هل مثلا انا محتاج مثلا يعني اسمه تيبو تيبو غبريال تيبو غبريال ده مثلا شكله واعد يعني هانا محتاج دلوقتي مثلا احطه في معسكر منتخب وطني جاي وحطه في اي سكواد او اي تشكيل او اي قوام لأي مباراة حتى وديه عشان اضمن انه خلاص انا كده حجزته لا بص انا برضو بحبش افكر فيها بالشكل ده لان برضو انا لو انا مش عايزه فعليا برضو ما اقولش ايه يلا عشان احجزه وبعد كده ما استعدهوش تاني انا كده اضررت اللعب برضو فاهم قصد يا كريم انا لازم اقول انا فعلا عايزه بس انت صح انت انسانيين طبعا اه انسانيين ده ده طبعا مش هنضر ده بس انا اقصد انه فعلا انا ممكن برضو انا كمنتخبات مصر نشئين وشباب عادت اكونوا دولي نشئين وشباب وبعدين راح يلعب لمنتخبتين وفجأة لقيته ومسلا راح يلعب في منتخب المانيا الاول فاهم قصد يبقى فرحيتي بقى انا عادت لعبه في نشئين وشباب واختار المانيا في الهن في النهاية فانا مفهول نتعامل مع الموضوع ده زي عشنا برضو عادت افكر فيه اه لا هو الموضوع كله متوقف على الجانب المصري هنا والجانب المصري ده المقصود به المدرب زميله في الفريق تعامله مع الاداريين اللي بتعامل معهم او المسؤولين طول ما انت محسس الولد ده بان انت واحد مننا شايف الحب وشايف الاهتمام به سداني عمرو ما هيروح يفكر مرة تانية انه هو يغير ويروح لمنتخب تاني طالما انت جبته لكن جبته بقى وقرفته ما طبعا هو اصلا مش هبعي يجي تاني صح لكن جيه وشاف التدير والحب خلاص لان زي ما بقولك هو فيه رابط في الدم نفسه هو حاسس بانه هنا الانتماء الاصلي نشوف الزلزولي لما اتعرض عليه يلعب لاسبانيا المغرب اختار المغرب بغم ان اسبانيا يعني كانت مقفالوا الموضوع في البداية ومصريين هما يضموا راح اختار المغرب وسبحان الله ان القدر يبقع المغرب امام اسبانيا في البطولة ولعب امامهم وخرج اسبانيا وكمل وعمل الانجاز مع المغرب فزي ما بقولك دايما فيه رابط بيربط اللعب ببلده الام يعني دي نقطة مهم بس مهم يلاقي التأدير دي نقطة مهمة اوي انا بس اللي بقى بيعطش غيني ايه الرابط الدولي مش رابط بعقد زي الاندية يعني انت مثلا لو عندك لعيب ناشي انت متوسم فيه الخير في المستبل هتمدي مع عقد طويل امد فتضمن انه هو موجود معاك لحد ما يطلع الفريق الاول بس المنتخب هي ريسك بصراحة فانت انت بتتكلم في حتة معنوية معنوية بس انا واثق من نتجته طول ما الولد شاف يعني ان هو مرتاح وبيلعب وبيشارك خلاص هو عارف ما هو خلاص ما طالما بيلعب واخد مكانه في السيستم بتاع الكرة في مصر وفي منتخبات مصر ما هو خلاص عاجلا اواجلا عارف انه خلاص انا كده طالع هلعب مع المنتخب الاول وخلاص يعني واحد زي يتيبه ده ما شاء الله وكان موجود على فكرة كانت مع كابتن محمود جابر راح المعسكر اللي هو اكبر منه بتلات سنين المعسكر الشغال دلوقتي هيل طيب ده منتخب الشباب والناشئين كويس هل فيه لعيبة دلوقتي جاهزة ممكن نضموهم على طول يعني عدوا المرحلة السنية ينضموا على طول المنتخب الاول ما يكونوا يشاركوا مع منتخبات مثلا من بلدهم اللي هم عايشين فيها وهم هم أصلا من أصول مصرية اه طبعا فيه جاهز فيه 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 هايسام حسن ده أنا بعتبره يعني يمكن من أهم فعلا الموهبة ما كانش أهم موهبة مصري تونسي ده فيه ريالي الأسباني مصري تونسي فرنسي ولعب منتخبات فرنسا للناشئين ولعب كهس عالم مركزه ايه ده وينج وينج رايت نفس مركز محمد صلاح وبيلعب كمان وينج ليفت هيل بس يعني مهارة مش طبيعية هم متأخرين فيه ليه ده بقى لا ده مش متأخرين فيه وأنا على تواصل مع الجهاز الفاني المتخب الأول سواء دلوقتي أو حتى أيام كارلوس كيروش وكابتن ضياء دلوقتي مع محمد غرابة وفيه حد برضو في الجهاز الإداري اسمه علي محمد علي ممكن محدش برضو تعرف علي يعني بس بين الناس اللي أنا فعلا بيهتم جدا بالموضوع بيتعب معي عشكده حبيت أذكر اسمه يعني اسمه هيسم إيه اللعب هيسم حسن هيسم حسن هيسم حسن في فياريال في فياريال آه وهو حاليا في السكن فياريال بس تشوفه هتحس أنه هو يعني بصعب سطر صبري في حزم إمام يعني هو مهارة في محمد صلاح هو بس اللي أنقصه يعني اللي يقل فيها محمد صلاح الفينيشنج وهو يقول بيه لصة صغير ده عشرين سنة لكن مهاريا أعلى يعني جات صحفة ماركا السنة اللي فاتت عملت إحصائية لأفضل اللاعبين على مستوى العالم كله في المراوغات في معدل المراوغات أثناء المباراة حيسم كان من أول عشر على مستوى العالم على مستوى العالم كله أو مصر تونسي مصر تونسي فرنسي ولعب كاس عالم مع متخب فرنسا للنشئين تحت تونس أكيد يشتغل عليه برده فأنت بتقول لي متأخرين فيه لا مش متأخرين بس لسه الأمور مش قادرين نحن نحسمها بشكل نهائي فيه تفاصيل مش عايزة أقولها دلوقتي بس هو عنده الاستعداد وهذا المنتخب الأول بس محتاجين لسه شوية فيه محمد طلبة في بوخم الألماني والمسلم الحالي تصعد للفريل الأول من أول السيزن مركزه مساك سنترباك برضو عنده 18 سنة دلوقتي وتصعد للفريل الأول لبوخم مش هيكش في مبارات رسمية لكن كان بيبقى موجود دايما على مصر ألماني مصر ألماني وموجود برضو في منتخب ألمانيا تحت 19 سنة في الوقت الحالي برضو ده أنا متخيل وقت إن شاء الله قصير وبإذن الله يكون لي نصيب إن شاء الله مع منتخب مصر ده برضو من الأسماء فيها عمر عبد المجيد والناس كامت عنه من فترة إن عمر لعب فريق أول لهمبورج الألماني وشارك في الدوري ده أصغر تاريخيا بقى أصغر لعب يمثل هامبورج هامبورج حشوفنا قبل كيام محمد زيدان طبعا كان بيعاب لهمبورج دلوقتي عندنا عمر عبد المجيد عمر ده أصغر لعب في تاريخ نادي هامبورج يمثل فريق الأول وأصغر لعب هو هامبورج دلوقتي طبعا أنت عرف كيام هما في الدرجة التانية مش بيعابوا في البونس ديجا فعمر كمان عبد المجيد هو أصغر لعب في تاريخ الدرجة التانية الألمانية يلعب فريق أول ممتاز فولد ممتاز جدا وممكن جدا نشوف مع منتخب الأول لفترة جاية ممكن نشوف مع منتخب وجبته على فكرة معسكر مع كابتن محمود جابر وكان عايز يجيب المعسكر الحالي فعلا بس الولد عنده إصابة فده اللي خليه أنه هو مجاش وسيم أنا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا اللقاء ده هيتكرر كتير الأيام اللي جاء إن شاء الله إن شاء الله يشرف ونقعد نتكلم عنه كتير حبيبا يعني أنا أنا فرحان أن أنت كنت موجود معايا النهاردة وعارف أن أنت عامل مجهود من سنين رب أنا أخليك كريم بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز وسيم أحمد الناقض الرياضي المتخص في ملف اللاعبين المصريين بالخارج بعد الفاصل هيكون معنا الكابتن الكبير اللي عامل شغل عالي أوي كابتن أمير عازم مجاهد الموديل الفني لفريق السكة الحديد بعد عز الفاصل خليكم معكم يعلم بحضاتكم مرة أخرى شرفني ونوارني في هذه الفقرة كابتن الكبير كابتن أمير عازم مجاهد الموديل الفني لفريق السكة الحديد اللي عامل شغل عالي أوي عامل شغل ممتازة قبل ما نخش على طول كنت محتاج فرقة زي الفرقة ديت ماشي بشكل كويس وعندها لعبين مميزين وأكيد إدارة مميزة كابتن أمير إزايك؟ حبيبا يا غريم أخبارك إيه؟ الحمد لله شكلك مجهد مجهد آه مجهد؟ كان فيه أكلة قيلة النهاردة شوية أكلة مش تدريب فمجهد منها شوية لما بعد التمريم آه دي أكلة في سيخ آه أكلة في سيخ صح؟ آه آه شكلك تباين يعني طب تخلاص فعيق دي نوع سيخ الحديد ست مطشاط توليت المهمة خمس انتصارات تعادل فنتائج مدهشة جدا ومبهرة جدا وأنا حتى قلت الزمالي قبل ما أخش النهاردة الحالة قلت لهم هو راجل من المدربين الوعدين اللي كان محتاج فرصة محترمة شباه دي يعني اللي بفيها أقدارة محترمة لعبها كويسة منظومة كويسة أنا بتكلم صح؟ أكيد طبعا بتكلم صح يمكن وبأكد على كلامك اللي أنا يمكن في السكة الحديد يمكن السنة اللي فاتت كنت موجود والحمد لله يمكن عملت فرقة معظم قاومة الأساسي هو اللي موجود معايا الوقتي لكن زي ما انت قلت المهمة في الدرجة دي أو استقرار أي فريق استقرار إداري ويمكن السنة دي أنا شايف الإدارة موفرة حاجات يمكن كنت بتكلم معك قبل الفاصل حاجات اللي عيبة القديمة عاشتها السنة اللي فاتت وعاشتها السنة دي عاشوا الفرق من انضباط في المستحقات وانضباط في التزام في السلري بتاعك والعقود الملعب نفسه اشتغلوا عليه يعني ملعب السكة ده خلي بدك من أحسن ملعب اللي هي موقع في القاهرة صح صح يمكن أنا السنة اللي فاتت كلمت مع ناس في الإدارة قبل وانا بتفاوض معهم فالتولهم أنا بالنسبة لي الملعب ده بالنسبة لي مهم جدا ولا حيالهم أنت نادي أنا السنة دي من غير مقول من غير مقول ولا تكلمت في القصة دي الناس بيعملوا سيانة للملعب بيغيروا النجيلة يعني فناس عايزة تنجح وزي ما قلتلك ده أنا شايفه سبب بعد ربنا الإدارة اللي موجودة يمكن السادة الفريق طبعا كامل الوزير والسادة اللي هو حسام السيسي ودكتور سايد عيسى بصراحة ناس كل يوم معنا في التمرين ممكن اللي هو حسام ودكتور سايد معنا في التمرين كل يوم مفيش حاجة مفيش حاجة يعني مفيش مشكلة خلص فدي زي ما بقولك معظم مشاكل الفرق بتاعت الدرجة التانية بتبقى الحاجات اللي هي المستحقات والإداريات والقصص دي واسب لي الفنيات يعني اسب لي أشتغل بالزبط يعني أنا النهاردة مش شغل نفسي غير بالملعب لكن أنا السنة اللي فاتت كنت شغل نفسي بالملابس بتاعت اللعيبة والأوتوبيس والمستحقات فعشان كده يا كريم أنا شايف احنا الناس كلها بتتكلم في مصر اللي انت عندك مشكلة في الرياضة بشكل عام أنا بفوجة نظر اللي انت ما بتيجي تبني صح لازم البنى بيجي من الإدارة بالزبط 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 هنا يا كريم المفهوم عن المنظومة الرياضية أو الرياضة عمتن أو فريق كورت القدم اللي هو اللعيب والمدير الفني فقط لا لا هو قيته اللعيب كمان ده هو بسم الله الرحمن الرحيم المدرب فيقول لكل شيء غير مدرب غير مدرب عشان ننجح بالزبط غير مدرب واللعيبة الترانسفير اللي انت هتجيبه أو الانتقالات هي كل لكن انت لو الأساس صح زي ما انت بتبني عمارة أساسها أنا شايف الإدارة وبعد كده لو إدارة صح وشغالة صح أكيد هتختار مدرب كويس وهتوفر المدرب حاجة كويس وهتوفر لعيبة مستحقتها أكيد الدنيا هتمشي ايه في منظومة نجح بالزبط عشان كده أنا بقول لك احنا مشكلتنا هنا كريم كمان أي دورات أو أي حاجة بتتعامل بتتعامل للعيبة أو مدرب أو أي اهتمام بالعنصر الفني أو اللعيبة مش إداري ودي مشكلة اللي احنا أكلمك بصراحة عندنا مشكلة في مصر في الكوادر الرياضية مشكلة كبيرة ليه؟ اسها ممكن لعيب كبير اسم كبير بس ما عرفش يدير ما عرفش يدير وفي ناس ممكن ما تكونش لعيب الكورة بس درسة دارة كويس جدا تعرف تديرها عن النجم الأسطورة كمان لو نجم النجوم بالزبط ما هستوال بك كمان يقولك ايه فلان اعتزل ويتلاقي السؤال الإعلامي العطول تحالب تشتغل في الإدارة ولا تشتغل مدرب مفيش كده كريم بالزبط مافيش كده أنا النهاردة أما بطل أنا هاخد كريم طب أنا أدرب نفسي وأشتغل على نفسي تعلم وبعد كده هتحط حنجع لكن احنا مشكلتنا زي ما تقول ممكن بطل ودي مدير كورة بطل ودي مدير تنفيذي عشان كده احنا عندنا صدق الناس كلها بعد كاس العالم كل يقولك اللعيبة والمدير الفني ومشاهد لا هي قصة كلها بتبدأ زي ما بطلت لك هي منظومة متكاملة بس بتبدأ زي ما بطلت لك الكوادر الإدارية عندنا في مصر إزاي تدير في الرياضة في الأندية وفي الحاجات كتير عندك فيها مشكلة كبيرة جدا إيه رأيك في الموضوع قبل ما نروح للموضوع اللي كنت بكلم فيه معي وسين من شوية السيك الحديد تتوقع أنه ممكن يقدر يسعى دي السنة دي؟ والله خيرين بص احنا بنشتغل أنا بالنسبة لي ما بحبش أحط العديد تحت ضغط متعارف برضه ما بتحط عبش ضغط بس تحط لهم تموح انت بالزبط تموح أنا بالنسبة لي أنا اللي أنا ما ببصش لتحتي ولا بص فيه تموح اللي أنا كل مباراة باخدها كأن مباراة كقوص حيلا دي مهم بعد كده بقى تبدأ تبص بقى على الجدول وتبدأ تبتاع ممكن في الأمطار أخير لكن خلي بالك اللي انت النهاردة أنا في وجهة نظرهية بتبقى مراحل هتجي من أول يوم تقول أنا هفتح سدري وهصعد وبتاع مفيش كده في الكرة قصة بالدول المنتزستان اللي جاي مفيش كده في كرة كرة كل لازم وبقولك اللي انت بتهيأ لعبتك نفسيا فنيا بتكون فرقة بالزبط وتنقل للعبتك اللي وعندهم شخصية المكسب دي مهمة جدا اللي أنا بالعب بره بالعب جوه أنا بالعب على مكسب بالعب ماتش كقوص بعد هي مراحل بعد كده بتفكر يعني انت النهاردة لما بدأت في السكة مثلا انت كان المركز كان بعيد شوية الوقت دخلت تالت مقرر فأكيد انت تموحك انت وتموح لعيبة بيتغير من غير ما تتتكلم لكن انا زي ما بقولك طبعا الادارة تفكيرها الاول في الاخر اللي هي طبعا السعود وكل حاجة انا زي ما بقولها لك انا باخدها خطوة خطوة انا اهم حاجة اللي أنا بخش اي ماتش انت بتلعها ماتش في الاسبوع الماتش اللي أنا باجي ساعتين او الماتش ده ساعتين ابزل مية في المية لا 150 في المية امتين في المية اخد تلاتة بنت وبتجمع ونطبع كده بشوف نفسك أنت راح فيه ممتاز كان واسيم أحمد معي من شوية وبتكلم على قصة اللاعبين اللي موجودين في أوروبا اللي أقصولهم مصاري اللي حتى ما مستفيدش فيهم في المنتخلات وانت راجل اللي اشتغلت في أوروبا ولعبت في أوروبا احنا خسرين ثورة كبيرة طبعا لسبب واحد أنا ليس عادي كنت بكلم مع واسيم يعني هو قطر خيره اللي هو بيسعى راجل بيعايز يسعى بلده فبيدور وكل حاجة لكن هو الطبيعي اللي انت يبقى فيه ناس من الاتحاد هي اللي بتتابعه صحي ده الطبيعي اللي أنا اللي كنت بيقول له أنا مفوض أسأل اتحاد الكور إحنا عندنا كم لعب موجودين لا يوم السؤال مش كده هو السؤال انت عندك كم لجنة في الاتحاد وكم فرض وأنا ببقى هاجمش بس ده الواقع وعندك كم فرض شغال في الاتحاد وإيه التايتل بتاحهم وليه من الناس دي ما تقدرش اللي انت النهاردة تجيب اتنين تلاتة وانت مهمتكو تجميع عن اللعيبة يعني الطبيعي من غير ما انت تتكلم في البرنامج أو اسيم أو أنا صح بعد اللي تشوفه منتخب المغرب وتوماتيك لازم لازم ناس تتابع تتابع بنا وأنا عاسف كمان هو مش المنتخب المغرب هو أنا من زمان وانت قد عبت مع منتخب مصر هتلاقي السر غالب تعمل كده هتلاقي غالب تعمل كده هتلاقي المغرب والجزائر كله كله كده هتلاقي الجان كتير وناس شغالها كتير وكل حاج طب ما أنا خصص ثلاثة اربع دمهم همتهم آه ده لفه في أوروبا آه لو قت بتقول لي كمان انت مش بحتاج تعالي الناس جديدة من جوال التحقي انت عندك ناس كتيرة ممكن تشغالهم بس والمديرين الفنيين كمان المدير الفنيين بتوع المنتخبات يعني ماستناش أنا يعني واحد زي الواسيم ده لو مظهرش هيعرفوا اللي فيه تيبو ده ولا انت مدير فني ومعاك مساعدين ومعاك إداريين كده بقول لك نرجع لكلامنا يا كريم صدقني عندنا مشاكل في الادارة ازاي انا اشتغل او ازاي انا اطور من نفسي او كل كلامك يا كريم هتلاقي الفترة اللي جاية او اللي فاتت صدقني بدايتها ازاي يدير او ازاي انجع في الحتة بتاعة الطايتل بتاعة الادارة صح ما عندك حر احنا لست مكملين مع النجم الكبير كابتن اميرة عزم مجاهد بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله انا اكيد هتكلم مع الكابتن امير عزم مجاهد كتير على الزمالك وعن الدوري بس برضو مش قادر اسيب الحتة بتاعة منتخم مصر والفكرة بتاعة المقارنة اللي اضطرنا نقارنها مع المنتخم المغربي احنا نقصنا ايه غير كسة اللعيبة اللي احنا مفهول نجيبها من اللعيب نقصنا ايه عشان نبقى زي المنتخب المغربي اولا نقصنا اللي انت تعمل كوادر تدريبية في مصر من مدربين مصريين اللي تقدر تاخد فرصة والناس تصبر عليها زي وليد الركراكي ودي اصلا ودي اصلا مش موجودة بسبب عدم وجود دورات تدريبية لمدة او الدراسات لمدة خمس ست سنين باول نقطة تاني نقطة ممكن اقولك حاجة بس على وليد الركراكي وبس افتك في تاني نقطة عشان انا كنت عايز اقاطعك بس عشان ارحال وليد الركراكي تعرف اول وليد الركراكي ده راجل تولد في فرنسا ولعب في اسبانيا لعب عندها فرنسية واسبانية اتعلم تدريب في اوروبا وبعد كده هو راجل مغربي تمام فاجي يضرب في المغرب بالزبط فاحنا المفروض هنا يعني احنا بنبدأ من السفر هو راجل عايش في اوروبا اصلا زي زي اللاعب تمام احنا هنا محتاجين نتعب ايو عشان المدربين بتوعنا دول يشتغلوا ما هو انت تتعب ليه كريم انت النهاردة مع احترامي يعني في الدور الممتاز ولسه اخر حتى التغيرات اللي حصلت دي انا من ساعة ما لعبت كورة بقى لي مثلا لعبت كورة خمسشر سنة او تسعين في المية او تمانين في المية نفس الاسماء اللي موجودة لحد الوقت بتدرب وممكن ما تنجحش يتلف هنا وده بيجي مكننا لعبت كورة طب بص انا هقولك حد بدون ذكر اسماء في مدرب ومدرب كبير لم يوفق يوفق مرتين وارا بعد خلال شهور قليلة لقيته في نادي ثالت طب يا جماعة طب سيبوي رايحات سيبوي استعيد توازنه لو انت مش قادر تقايم ما دي حاجات دي من ضمن الحاجات اللي انت بتتكلم فيها اللي انت النهاردة بتتكلم في مثلا رضا شحاتا المدرب الوحيد اللي مسك الجونة واشتغل معاها كويس ومسك في الداخلية الوقتي وإدارة تقدر تجيب واحد في سن الرضا واحد واربعين سنة وتديله فرصة لكن الإدارات بتخاف تجيب مدربين مع ان خلي بالك كريم والكلام ده مش بقوله عشان انا مسلا يعني في نفس سن الرضا او في نفس التاع بس الإدارات بتخاف ما عندهش الجرأة اللي تجيب مدربين شباب يقولك يا عم انا ايه مش عايز وجع دماج انا اجيب الاسم اجيب الاسم عشان لو فشل الجميلة هتقول ايه انا اعملت انا اجيبتلكه اجمد واحد بالزبط والحاجة التانية انت ما بتجيب مدرب اجنبي اسم عديك مثال مثلا انت فريرة في الزمالك شغال مع مين الوقتي قسامة نبيه طبيعي الراجل ده ما بيشتغل معاها زي فريرة بيتعلم منه كتير صح لازم بقى يبدأ ياخد فرصته في الزمالك او ياخد فرصته في اي حتة وانت النهاردة الراجل يتعلم وشرب من مدربين كتير ويشتغل مع كوبر انا بديك مثال مثلا بقسم انا بيه الطبيعي اللي ممكن يشتغل في الدوري ويبقى عملنا كادر لا حاجات غريبة جدا بتحصل الحاجة التانية عشان بكلمك بأمانة الله انت من ما حدش يزعل منها كلمة انا ممكن نصريح شوي ده بلاكسر الكلام النهاردة ما بتفرغ على مطسطات الدوري مثلا ما احترامي في بعض الملاعب لا تصلح ويمكن مش ده كلامي ده كلام مدربين في الاندية اجانب كلام من مدير الفاني التاع منتخب مصر في ملاعب لا تصلح اللي هي تلعب عليها كورة وخلي بالك الملعب بيفرق يا كريم في مطش الكورة فريت فريت من مطش لا انا اسف هو الملعب الاساس اول اساس بس يعني عشان بس انا بسطها الناس قبل كده نجيلة عالية فانا بس انا لعب حريف فحبيت او قدرت برجل الكورة هبصيها بسرعة معينة لو نجيلة بايزة فمش هتوصل بالسرعة دي هعوز رقص مش هعرف رقص يعني الاسف في ملاعب فيها مطباط طبعا انت فهم قصدي وانا مش بقول كده بانطباط بس انا نفسي اللي احنا قصة بالك كبير وعندنا بينيها تحتاجها كويسة يعني انا كريم اكلمك بصراحة انا ما كنتش تغال في الزمالك احنا رحت مرتين رحت طنجة وروحت اغادير ومركب محمد الخامس اخر بصراحة ملاعب انا نفسي وانا مدرب نفسي انزل لعب انا بكلمك بأمانة ملاعب غير طبيعية دي سبب ممكن ينجح منتخب المغرب وينجح الكرة المغربية والملعب ده ينجح انت فهم قصدي الحاجة التانية الحتة برضو تحكيم انتظام مسابقة نشيئين حاجات كتير جدا كريم نقصانة حاجات كتير نقصانة وللأسف نقدر نعملها لكن احنا زي ما قلت لك احنا ما بناخدش غير عارف انت عندك طرطة أم حاجة طعمها حلوة لا حلو حلو وحش وحش لوحشة اركنها لكن انت ما بتاخدش الاسباب او ما بتاخدش الفكرة في انه دايما الناس كلها دلوقتي مستنية ايه يا رب روي فيتوريا ينجح مع منتخب مصر هجمع ما هو لو جبنا برضو بيب جارديولا وجوزي مورينيو لازم نديله كل الظروف هات بتاع المنتخب الارجنطين اه لازم تهيق له الظروف انه ينجح مش اسم بالزبط الحال يعني اقولت لك بكرة حراك يا كابتن امير ايه رايك تدرب منتخب مصر الاول وتوصلنا كاس عالم وتوصلنا من رب عزيزي هتقول لي ايه طب تهزر اه انا ممكن اشتغل فني بس اديني بقى ايه الظروف كلها زي ما انت اللادي شغالة على لفل النادي اللي هو السكر الحديد متهيقلك الظروف اللي مخليك تقدر تنجح عشان تشتغل مع منتخب مصر الاول انا محتاج ظروف تانية خالص هتدارة هيقالي ولا لكن ما تلمنيش في النار وتقول لي ايه وريني شطارتك الزب الحاجة بقى النقطة النقطة انا في وجهة نظري برضو النفس تتغير في الرياضة عمات انا كريم انت برا في اي نادي ودي هتبقى صعبة شوية بيبقى مجلس ادارة الاندية مفيش حاجة يسمى مجلس ادارة النادي بيبقى نالك النادي وديركتور بتاع النادي اللي هو سبورس ديركتور بتاع النادي صح دور على اي فرق في العالم هتلاقي ده النظام لكن انت النظام عندك يختلف اللي انت النهاردة الادارة ممكن من 11 واحد كل واحد برأي وممكن رأي اغلبية يبقى غلط يبوز الدنيا والله يا بص انا مجدبش عليك يعني اش انا بقى امين معاك ومعظم الاندية اللي في مصر هو رئيس نادي برضو وغالبا بدل سبورس ديركتور بيبقى مدير كورة بس اعضاء مجلس ادارة بيبقى ناس محترمة وجميلة بس بيبقى القرب بس يا كريم ما هو نظام ونظام لكن العالم كله شغال بالنظام ده فبص انت لو عادنا لتكلم في الكصص لحنا مشان اخلص هتغرق غير بقى كريم برضو انا في وجه نظر اللي بعد المسؤولين في الرياضة في مصر عمتا في الاندية وبتاع بيتأثروا وبعد دخول السوشال ميديا والحاجات دي ممكن اخد قراري من السوشال ميديا يقولك ده الجماهير فيه صورة عليا عشان ارضي الجمهور اخد قرار مفيش حد باخد قرار في منظومة رياضية عشان تأسير برضو عشان محدش بيزعلو مني فيهم در بتعاين مؤخرا في الدورة المصري عشان الجمهور عشان الجمهور بس على خلاف مع إدارة النادي بس تعاين عشان الجمهور بالضبط عشان كده بقولها كريم حاجات كتير جدا 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 غير النهاردة يا كريم حتى مع احترام يعني حتى التعليق في المباريات بقى بانتماءات بقى بانتماءات ممكن النهاردة اعداد بانتماءات برامج رياضية ممكن بعض البرامج انا مش طالع اقول الهدف من المباريات بلا انا طالع عشان اركب التريندو وادحك بس اقولك بقى حاجة في قصة الاعلام الرياضي بفرصة ان احنا فتحنا موقع دي عشان عايف انت بتحب تفطفط في القصة دي ما هو بصراحة برضو الاعلام الرياضي مش بجمع ولا بقلل ولا حتى بقيم ولا بحلل سواء بشتغل على منتج المنتج نفسه بتاع الكورة في عوار كبير في مصر عوار كبير انت بقى لو وديتني منتج شبه المنتج مثلا بتاع الدول الاسباني بتاع البريميري او منتج حلو ومش لازم نوصل للليفت ده غصبا عن اي حد بيطلع على الشاشة هو هيتكلم على متعة الكورة بقى النهاردة والبتاع لكن انا بقولك عن تجارب في ناس بتطلع تقول طب انا هقول ايه على المطش ده لما فوش ايه حاجة انا احترم احترم ده اه فاهم احترم ده لكن انا بقولك على ايه اللي في ناس ممكن بتطلع يعني انا برضو مش عايز سود الدنيا بس في ناس ممكن بتطلع عشان في الاول والاخر انا ما بحبش كريم مع ان الكريم كويس جدا بس لا والناس كلها اي لها كريم كويس بس انا هطلع لا هقول كريم وحش انت عايب على فاكرة مش هختلف معاك بس انا اقصد ايه هفضل برضو اقول ايه انه اخر جزء في الحكاية كلها زي ما اكلم اقول لك ايه العلام الرياضي هو اللي مبوئ هو اللي مصلح هو اللي مش عارف ايه ياهم لا هو العلام الرياضي في الاول ان اقول في استثنائيات زي ما انت بتتكلم طبعا بس الاول ايه دي منتق ناديف المنتق ده ييجي منين بقى من الناس اللي هم صحاب الكورة مين صحاب الكورة اتحاد الكورة العندية مجالس الاقدارات المدربين هنا بقى دول صحاب الكورة اه انت بقى في شغل انتك في علام الرياضي انت بس ناقل اللي بيحصل بزول هنا في خلل وفي عوار انت عارف يا كريم انا اقول لك الحاجة بذكر التعليقات والحاجات القرار نزل وراحهم قفلين التعليقات اه على السوشال ميديا على السوشال ميديا انت منزل معي مدرب ومش عايف تحميه او مش واصق فيه انا بدي مش واصق في القرارات شوف انت مثلا مثال في دي برافع عليك دي بداية فشل لأي مدرب صحب بداية اما انا النهاردة مدرب ابقى حاسس اللي انا جاي اشتغل وانا مش مرغوب فيا لا والمشهولين عني مش واصقين فيا الناس بقى تبص لك اصل الكابتن اهب لعب وعمل والسيستم اللاعب ودرب فين واشتغل هي مش قصة قصة كده قصة النهاردة قبل ما اشتغل انا خلاص جايلي احساسا للمسؤول معنده الثقافية فبصة كريم موضوع عميق ممكن نعود صحب بس اللي اتمنى اللي اتمنى بجد اللي زي ما انت قلت يعني انا النهاردة بتفرغ على الهلال والنصر هقول لك ايه يعني متقوليش بقى واس ومتقوليش اسط الفارق الماديات والنقل والبكا نعم احنا بنصرف برضو احنا بنصرف احنا بنصرف مصاريف جبارة في الكورة هادي مشكلة مصاريف جبارة في الكورة نصرف على الارض لأسفل اقدرات الان دي بتصرف على الارض نتمنى ان شاء الله التوفيق الفترة جايلي لازم اتعلك على الزمالك قبل ما اختم معيك ليش الزمالك بداية السنة دي غير الزمالك نهاية السنة اللي فاتت او الموسم اللي فات عشان انا فوجة نظر انا رحت مطش الزمالك والما قوليني مبارح انا شايف اللي ممكن فيه اسرار على طريقة لعبه معينة وفيه ناس مش عارفة تنفذ الطريقة يعني انا مبارح مثلا واحد زي يوسف حسن ده ناشئ الفين وتلاتة مستقبله جاي لكن انا بديله 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 وهو هيا اتحرق او فوجة نظر اتحرق طب ليه الاسرار بانت عندك سيف الدين الجزيري فرود وفرود ده ولعب معاك وسنة الفاتت كان كويسة وبعدين يوسف مثلا انا اتمنى له هو ولد مستقبله كويس صح بس ليه يتزلم انا عندي العيل الاساسي وعندي حسام اشرف بديك مثلا وعندي حسام اشرف مثلا يعني النهاردة لو عندي اتنين ناشئين حسام اشرف خبرات وعندي يوسف حسن طبيعي هتروح لحسام اشرف انا بديك مثلا حتى لو ما عندكش فرودة ففيه اسرار على بعض النقط في التشكيل ليه بقى التانية ايه ليه ما عرفش اه يعني حتى طريقة تلاتة يا كريم السنة اللي فاتت كلنا اشدنا بفريرة اللي هو بلعب بتلاتة عشان كان عندك مشكلة في نص الملعب فما بتلعب بتلاتة بتديك قوة دفاعية اكتر صح طب انت السنة دي جبت دونجا وجبت عمر السيسي وعندك امام عشور صح وروقة ومصم ملعب تلاتة كان عندك زكري الوردي بالزبط يعني وعندك زكري الوردي وعلى بالمناسبة لا كان عندك زكري الوردي خاصة مش والمناسبة اه لأ انا فوقت نظر خلي بالك انا اتفرغت لعب كويس جدا زكري الوردي اه بس هي هو مشكلة اللي هو تظلم اللي هو بلعب ستة اه هو اصلا لعب ستة اه فالراجل راح ملعبه تمانية ام انت فهم قصد دي صح فانا شايف برضو يمكن حتى مبارح في شوت تاني قلب الطريق اربعة ورح مودي عبدالغاني باكرايت وعبغاني ممكن يلعب لك ناحية اليمين في طريق التلاتة لكن عبغاني مش اللي هو الباكرايت يا كريم اللي يجري ويعمل كروس ففي حاجات غريبة جدا على طول اصرار على تلاتة مش لازم كل مطش حلعبه حلعب بنفس الطريقة عشان اكسب صح وانا النهاردة معي ليه محلل اداء معي ليه فانا شايف الاسرار على طريق التلاتة وفي نفس الوقت انا شايف النص الملعب بتاع الزمالك الوقتي لما عندك امام عشور ودونجا وعمر السيسي انا لعب التلاتة دول ومعنديش مشكلة صح لكن زيزو مرة تلاقيش مال ومرة تلاقيه مين ومرة تلاقيه لعب تلاتة اربعة اشعار فا ايه تلاقيه اتنين فلاودة فكل اللعبكة دي انا نفسي بحس اللعيبة في بعض الوقت مشتتة في الملعب يعني امبرح انا بتفرج على مطش الزمالك وانا قاعد في الاستاد الشوتة الاولين الزمالك مشتش كوب فعلا مضاعش يعني ما قولين امبرح بصراحة عمل مطش كواس جد وكان افضل وكان افضل وكان افرصات ما عندكش الاحساس اللي الزمالك ممكن يجيب جن الا في استثناء اخر عشر دقايق لما نزل لما نزل سيد نمار عشان اشتغل منعال لجناب معشي كبالا واحد بين الهجمة بسرعة عنده امكانات فنية ممكن يعدي واحد على واحد صح لك زي بقولك انا ضد انا معسبات التشكيل لكن طريقة اللعب بتغير من فرقة الفرقة من المنافسة انا بلعب مفهوم كابتن امير انت دايما بتشرف ودايما بتنور حقيقة اتمنى لك التوفيق مميز دوما ربنا خليك كريم وانا بصراحة وان شاء الله ربنا يكريمك الفترة الجاية وربنا يكريمك ان شاء الله شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتم معنا اشوفكم يا رب على الفكر